السلام عليكم ورحمة الله معكم سيد من قناة ابداع استمتع كرييت اسفن مرحبا بكم في فيديو جديد استكمالا لمجموعة شرحات مايكروسوفت وورد وياريت اللي ما اشتركش يشترك معنا في القناة ويتابع بقية الشرحات وأوعدكم ان انتم هتلاقي شرحات مفيدة جدا في القناة النهاردة بنستكمل القوائم بتاعة مايكروسوفت وورد ووصلنا للجزء السادس وهو قائمة الميلينجز او البريد بتخش نهوات في قائمة البريد هتلاقي المجموعة اللي على اليسار عنوانها كرييت اللي هي كرييت انفلوبز وكرييت ليبولز الانفلوبز اللي هي الأظرف لما تعمل الظرف وتكتب على الظرف حاجتين في الغالب يعني الحاجتين دولت بيكون عنوان المرسل له وعنوان الشخص المرسل وبالنسبة للليبولز ديت لو انت بتطبع آآ ليبولز او علامات آآ بتحط عليها الاسم مسلا ستيكرز مسلا بالنسبة للشركات اللي بترسل مسلا آآ بريد بعض الضخم جدا للكاستمرز بتوحها او الزبان بتوحها فبيحتاجوا يطبعوا ليبولز بدل ما كل شوية يكتبوا على ورق فبيعملوا الليبولز بمساحات معينة ويبعتوها لكل الكاستمرز مرة واحدة هبنخش اولا على قائمة هنلاعي انهوت شكل الظرف وهو ظهر تحت اهو ده بتاع الظرف هنكتب انهوت يعني العنوان بتاع الارسال او الشخص اللي هيستلم هنكتب مسلا مسلا نيو يورك يو اس ايه ده العنوان شخص المستلم تمام اللي بيكون في آآ واجهة آآ الظرف وتحت انهوت بتكتب وده عنوان آآ الرد مسلا لو في حالة عدم وصول الخطاب يرجع لي العنوان اللي هو الكايرو ايجيبت انهوت تقدر تدوس على العلامة ديت وديت بيشلك زي ما انت بتلاحس كده بيشيل عنوان الرد يعني لو آآ ما تردش بيحط العنوان دوت اهو وفي حالة ان انت مش عايز تعمل عنوان للرد بتشيل خط العلامة ده بالنسبة للشكل الخارجي لآآ الظرف طيب عندنا في خيار هنا هوت حاجة اسمها اد الكترونيك بوستج دوت زي ما انت شايف هنا هي بتقدمها برامج معينة مخصوصة تقدر تديك زي تراكينج نمبر تحطه على الظرف فلما يوصل الظرف يقدر يشوف بالتراكينج نمبر آآ معلومات عن الظرف والارسال ومتعلقة بمكان الارسال وما الى ذلك فده في الحالة ديت بيقول لك هوت ان انت عشان تستخدم هذا الميزة لازم تنزل برنامج مخصوص لها تمام تروح على الماكسوفت ويب سايد يعني في اضافات معينة متعلقة بالموضوع ده تمام بعدين في عندك اهي قائمة لو انت عايز الاستطباع بيجيب لك او تعمل هنا اهيه لو انت عايز تخليها عندك وتحتفظ بيها في بتاعك اندوس هنا هوت على اهيه زي ما انت شايف هو جاب لك شكل الظرف اه دي العنوان اهو للشخص اللي المفروض هيستلم وهنا هوت اه عنوان العودة وهنا تحت بيجيب لك صفحة فاضية لو انت عايز تكتب فيها الخطاب ده كان بالنسبة لقائمة تمام نخش بقى في اللي في اللي جنبها وهي قائمة الليابلز الليابلز زي زي ما قلنا الاستيكرات لو انت عايز تعمل او ملصقات معينة للشركة بتاعتك وبدل ما تكرارها كتير تقدر على طول تكتب حاجة واحدة وهي تتكرر معك وتتبخها وبعدين تعملها ملصقات على الازروف بتاعتك فبتقدر هنا هو تختار اهو مسلا فول بيج تمام لو انت هتختار الخيار دوت تعال اختاره وبعدين نروح ويقول لك استخدم نفس الايميل بتاع العودة قول له اوكي ماشي ويبقى هشوف لو زي ما شايف غيره وحط الايميل بتاع الرد لو انت عايز تقول يعني ان ده مرسل من القاهرة مصر فبتخلي هو دوت الايه اللي معانا وبعدين برضو تعمل نفس الشي نيو دوكومنت شوف هنا هوت زي ما انت لاحزت كده هوت اهو حسم للصفحة اتنين على اساس ان انت هتعمل طيب انت عندك اه ممكن خيارات كتيرة جدا لليبلز او الملصقات او الاشكال فبترجع انه هوت للميلينج وتخش تاني على الليبلز تمام? وعندك انه هوتقول تمام? وتختار انه هوت كام اه رو يعني كام اه سطر عرضي وكم عمود تمام? فتقدر تحدد انه هو مسلا العدد اللي انت عايزه تمام? اهو مسلا خمسة في خمسة لو عز سبيل المثال خلاص وبعدين بتقول له اوكي او تعمل طبع ده كان بالنسبة طيب فيه اشكال كتيرة للليبلز ايوة عندنا هنهو نقدر نخش على ونشوف اشكال كتيرة جدا لليبلز تمام? اهو حسب الحجم لما بتقف على واحد مسلا خش على اليمين هنا وتلاحز ايه? ان هو واجيب لك ايه? الطول والعرض ومساحة الورقة نفسها. وادي خيارات تانية ليه بالنسبة ليه للمساحة حسب اللي اللي عندك اللي تقدر بعدين تخطهم على الازرف او على اي خطابات عايز تبعتها. فتختار اللي يعجبك اهو على سبيل المثال دوت مسلا والاوكي اهو تختار مسلا هنا اختار اوبشن تاني اختار هنا وتقول له عشان يجيب لك ويريت الشكل بتاعها لطوله العرض الارتفاع. اوكي اوكي اهو. ده شكل الليبل الجديد حسب المأسات اللي انا اخترتها. طبعا حسب انت الملسقات اللي عندك اللي هتقدر تدخلها في تقدر تحدد اللي يعجبك وبعدين تعمل عمر طبعا. بنرجع تاني للقائمة. تمام? وهنا استارت ميل ميرج. هنا هوت لو انت عندك قائمة كبيرة جدا من اسماع الاشخاص اللي تقدر تبعت لهم ايمينات مرة واحدة. بتقف هنا هوت وتختار اه نوع الخطاب لو انت عايز تختار ان هو خطاب. وبعدين بتعمل مير ميرج. وتختار من الايميل بتاعك. ارجو انتو تكون استفدتم بشرح النهاردة. وموعدنا في اللقاء القادم مع باقية شرحات اه قائم قوائم مايكروسوفت وورد. والسلام عليكم ورحمة الله. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة